الرموز إدراك الرموز الرموز في الورد هي عبارة عن حروف لكن حروف لها شكل ولها مدلول مثلا البي مدلولها أنه هو باركينج أو موقف فبدل مكتب موقف لا هعمل الشكل ده هيا يرفض قدامي أنه هو موقف فالجميل فيه كمان أنه مفهوم مش ضروري له أي لغة ده لغة عالمية بمجرد الشكل هتعرف أنه ده واحد بيتحك إزاي أدرج رمز نروح للمكان اللي أنا عايز أدرج فيه أضغط عليه في الانسيرت أروح على سيمبل وآخر حاجة ناحية اليمين سيمبل هلاقي قدامي 20 رمز محطوطين وهم آخر 20 رمز استخدمتهم كان فعلا الرمز منهم وليكن البريد أضغط عليه مرة واحدة هجيني آدي الظرف اللي هو معناها خطاب أو بريد لو ما لقيتش الرمز اللي أنا عايزه أشوف فيه رموز إضافية هلاقي فعلا فيه رموز إضافية أضغط عليها آدي الرموز الإضافية دول برضو آخر رموز استخدمتهم فيه كمان special character يعني حروف خاصة هنلاقي لو الحروف الخاصة منها زي الـ copy rights زي الـ R وخلافه الأجمل من كده قال لك كمان في حاجة اسمها shortcut key أو اختصارات معناها لو عملت alt ctrl c هتجيب الـ copy rights تعالوا نشوف كده لو أنا هنا وعملت alt ctrl c alt ctrl r alt ctrl t دي اختصارات لبعض الرموز لو كمان مش هنا أروح برضو simple وروح برضو more simple هلاقي هنا حاجات هلاقي هنا font مجموعة الخطوط في مجموعة خطوط كتيرة كل مجموعة خطوط هتلاقي لها مجموعات فرعية فيها الأرقام والمعاملات الرياضية وأشياء أخرى لو دخلنا هنا ومثلا رحنا لحاجة اسمها currency أو العمولات currency أو العمولات زي دي مثلا هنلاقيها فيه كمان حاجة خاصة بالأرز أو الأسهم فيه حاجات خاصة بالنبر الأرز زي ما قلنا مثيماتيكا الأوبريتور أو المعاملات الرياضية زي ما انتوا شايفين عرض المعاملات الرياضية اختر اللي انت عايز وتقول insert نيجي للوجه العربي من إدراك هنروح لرمز من رمز هيطرد قدامنا آخر 20 رمز استخدمناه لو منها الحمد لله لو مش منها هنروح للمزيد من الرموز هنروح لأحرف خاصة بنفس الطريقة اللي عملناها قبل كده هنلاقي الأحرف الخاصة موجودة لو منها كان به ما منهاش لوح لرموز عايزين نتكلم دلوقتي على خطوط لا تحتوي إلا على رموز رموز وإيه هي الرموز موجودة فين عشان تستخدموها بسهولة بعدين نروح لخط ونروح لتحت ويب آخر حاجة المفروض خلاص W ألي ويب دينغز هنليها تحتوي أكثرها على رموز لها علاقة بالصفحات الإنترنت كمان نروح وين دينغز رموز لها علاقة بالويندوز والأشياء المكتبية كمان نروح لويندينغز نفس الشيء ويندينغز ثري وتستعرضوا الأشياء اللي موجودة فيها آخر حاجة هل في رموز عربية لها علاقة بالعربي واضح من الرموز المستخدمة مؤخرا إن فيه أجبها منين من A G A Arabesque تعالوا A يبقى في الأول تعالوا ننزل شوية وآدي A G A Arabesque و A G A Arabesque Desktop نضغط عليها ونستعرض ما فيها من رموز هتلاقيها كلها رموز عربية إسلامية تصلح تعمل بها إطارات تصلح تحط تعمل بها كروت عايزك تستعرضهم وتشوف إيه اللي جوه وعبدو بنمشي ما تنسوش هتختار وتعمل دابل كليك عليها أو تقوله إدراج هتدرج الرسمة أنا بحب الرموز لأنها بتغنيني عن أشياء كتيرة ولأنها كمان أقدر أكبرها وصغرها زي أي حرف لأنها بالطبع في الورد بيعتبرها حروف وأقدر غير لونها وأقدر غير حتى الستايل بتاعها يعني لو اخترت واحدة أو أكتر وروح للشريط الرئيسي وقوله أنا عايز أغير اللون هقدر غير اللون وقوله أنا عايز أغير الحجم بغير حجم الفونت زي ما أنتو شايفين لـ 72 أنا عايز أغير الستايل باجي على الستايل بتاع الحروف أو تأثيرات النص واختار اللي أنا عايز زي ما أنتو شايفين عايز أغير لون التمييز أن يكون عليها تمييز خلاص أضغط هيختار لحتى لون التمييز اللي هو لون الخلفية وشوفكم على خير في الدرس اللي جاي